الوفار يناديك فيها لكن غير كده المفروض حدثها كحكم تبقى مركز وعارف جدا القوانين لان القوانين يا جماعة نفشل وجهات نظر تبقى حافظ كده القوانين بتاعت التحكيم في مصر وتبقى حافظ بروتوكول الفار وملاكش داعب روح البرتوكول خالص انسى نروح البرتوكول دي فيش حاجة اسمها كده والله اقسم بلا ما فيش حاجة اسمها كده ده الكابتل على صرف الفتاح بيهزر وبيهرق فانساها انت كحكم انسى الكلام ده ما تسمع ما تتفرجش على التلفزيون اليومين دول او اقول لك اتفرج بس اي من داخل الكابتل على صرف انفتاح اقلب ما تسمعش حطب وصلك ثقافتك التحكيمية بدون مبالغ واحد زائد واحد يساوي اتنين ما بتساويش اربعة هي القوانين معمولة عشان كده مش عشان اقول روح البرتوكول او روح القانون او روح الكلام من ده فيعني دي حاجة من ضمن الحاجات الغريبة واللي لازم يبقى فيه وقفة ومنتظرين قرار الانتحاد المنصر الكورت قدم عشان خاطر الاندية كلها والله ماشي عشان خاطر نادي واحد الاهل ان شاء الله باذن الله هياخد الدور ان شاء الله باذن الله يتفوق ويبقى افضل وافضل كمان ويحق البطولات وبمننا بنكلم من خلال شاشة القناة النادي يعني لكن كل الاندية لها حق ان يكون فيه عدالة تحكيمية كل الاندية لها حق ان يبقى فيه عدالة تحكيمية وده مش متوافر ومش موجود خالص برئاسة الكابتن عصان فتح اللي بيدير التحكيم في مصر فاحنا هنتظر قرار متحاد المصر خلال الفترة الجاية بتغيير لكن الحكام اتمنى ده تمني مش انا بس كل الناس هنروح لفاصل